السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة ربعة ان شاء الله هنعمل مراجعة كده نهائية لآخر العام منها الكنيكت الصف الرابع من منصة الوزارة دي مراجعة كانت موجودة على قناة منصة الوزارة يلا بينا كده نشرح كان فيها ايه عندي اول حاجة تشوز تشوز the correct answer from A, B, C or D نمبر 1 زنايل is the longest طبعا الجملة دي عارفينها وخدناها كتير في المنهج وتضربنا عليها كتير زنايل is the longest river in the world يعني نهر النيل بيكون اطول نهر في العالم نمبر 2 زنايل كروكوديل is one of the longest هنقول ريبتايلز ان احنا عارفين التمسيح ده من الزواحف فهقول ان هو ريبتايلز زواحف نمبر 3 I can't eat that ice cream انا مش قادر اكل الايس كريم ده it's too cold هو بارد جدا فهناخد هنا 2 نمبر 4 Grand Pass village كرية جدي was very quiet in the past وبيتكلم فيه الماضي يبقى لازم نختار was cannot طبعا لدي تشوز تانية نمبر 1 بدون بيبو live in there طبعا البدو احنا عارفين بيعيشوا في الصحره اقول له in the desert it's too hot there وجو حر هناك جدا نمبر 2 a desert is not a good environment to live in يعني الصحراء بتكون مكان او بيئة غير جيدة للعيش فيها بتكون يعني الحياة فيها صعبة نمبر 3 he was 8 years old when he buried this books يعني هو كان عنده 8 سنين لما دفن هذا الصندوق نمبر 4 when did you get up yesterday عندي هنا طبعا حد بقى يقول اه دا yesterday ماضي بقى اختر جوت لا عندك دد موجودة في السؤال دد موجودة معانا في الجملة بتاعتنا او في السؤال بتاعنا على طول بعدها بييجي في المصدر فعشان كده اخترنا جيت طيب تعا نشوف هنا عندي بيقول read and complete the tickets test with the word is in the books لما يجلنا سؤال ده لازم الاول اترجم الكلمات كده بالقلم الرصوص فوق كل كلمة اعرف معناها عشان اعرف احطها في مكانها الصحيح اقول له crops يعني محاصيل air هواء climate اللي هو مناخ وعندي soil اللي هي تربة humans can live almost anywhere but we often look for three things people like a temperate الناس بتحب التقسي يكون climate مناخ بيكون معتدل بتحب temperate climate المناخ المعتدل يبقى انا هنحط climate we need water to drink and to help our احنا محتاجين المية بقى عشان نشرب وعشان ايه كمان عشان نساعد النباتات بتاعتنا grow تنمو يبقى اقول crops grow to help our crops grow we need fertile وكمان محتاجين تربة ايه اقوله fertile soil محتاجين تربة خزبة طيب تعالوا نشوف مع بعض الماتش بقى الترتيب بتاعنا وهنحط هنا الارقام لو عندي بين كسين number one temperate climate المناخ المعتدل is not hot and not cold يعني هو لا جو بيكون حر جدا او برد جدا بيكون معتدل number two did you play football هل انت لعبت كورا اقول له ايه yes i did السؤال اللي بدأ عندي بداد بجاوب عليه بداد number three he was pleased he was pleased and very excited يعني هو كان مسرور وكان متحمس جدا اكيد حد ده كان ريح رحلة او طلع اجازة كده هي صيف اكيد كان مسرور ومتحمس number four i was very nervous انا كنت متوتر جدا امتى بقى خدنا قصة كده عن الولد المتوتر هنقول on my first day of school في اول يوم ليه في المدرسة طيب عندي كتعة هي تعالوا نقره مع بعض كده بيقول my name is ashraf انا اسمي ashraf i remembered my first day of school انا فكر اول يوم ليه في المدرسة i was six years old كان عندي ست سنين i was very nervous كنت متوتر جدا i liked staying at home with my family كنت بحب اعكل بيت مع اسرتي i put on a blue t-shirt grey panties and black shoes انا ارتديت اميس ازرع وبانطلون رمادي وكمان حزاء اسود ومشيت للمدرسة مع ماما عند بوابة المدرسة كنت عايز اعيز اعيط number one اشرف كان عنده كم سنة اقول له six years old كان عنده ست سنوات number two at the first day of school اشرف اول يوم في المدرسة اشرف اقول له كان nervous كان متوتر طيب هنا عندي answers the following questions number one how did اشرف go to school ازاي رح المدرسة نقول he walked to school with his mom راح مع مامته number two did اشرف like school طيب هو حب المدرسة اه في النهاية قال ان هي كانت ممتعة نقول yes he did طيب تعا نشوف الترتيب اول حاجة طبعا في الترتيب هنقرأ الكلمات كده ونكون الجملة بالعربي وبعد كده نكتبها بالانجليش هنا عايز اقول احنا احنا بنعرف نتكيف جيدا we are very good at adapting يعني احنا شاطرين في التكيف we are very good at adapting ونبتدي طبعا بحرف كابتال ونحط نقطة لو الجملة اخرها الفلسطوب لو اخرها question mark علامة استفهام برضو بنكتبها دي دخلة في الترتيب number two او بنقول على بوابت المدرسة انا كنت عايز ابكي we'll add the school gate i wanted to cry at the school gate i wanted to cry number three احنا يعني استطعنا ان نلحق الاوتوبيسي الساعة 8 we can catch the train we can catch the train at 8 we can catch the train at 8 number four did you like your first day حبيت اول يوم ليك مثلا في المدرسة وبنحط the question mark طيب تعالوا بقى نجي عند البنكت ويت البنكت ويت هو كان في المواصفات انه هيجيلكو حكتين بس بنغيرهم في اكتر من حكتين هنعملها طبعا طب هنكتبه ازاي هنكتبه بخط جميل جدا لانه بعتبر خطه بنكت ويت في نفس الوقت هنكتب الجملة كاملة من اول وجديد بس مع تغيير الحروف اللي هتتعمل capital فبكتب له where اقول له اه ده w capital بكتب ال w كبير كده وياريت نتقل عليه عشان يبقى اوضح من باقي الكلمة احط تحتيه خطين where did the country mouse live مفيش حاجة تانية اه ارجع لاول كلمة where يعني اين اه يبقى ده كده سؤال نرجع نحط في الاخر question mark طيب هنا بقى بيقول لي write a paragraph of 18 words using following guiding elements عايز نكتب باراغراف كده بكلم عن my town then and now مدنتي زمان ودلوقتي gas core عايز نكتب ان زمان يعني كنا بنستخدم عربية الجاز ودلوقتي modern shopping mall دلوقتي في المولاد بتاعت التسوق طبعا لازم نطبق قواعد الباراغراف هنا يعني اول قاعدة مش مطبقة ان انا في اول سطرة بدخل جوا شوية بسيب مسافة لكده كني سيبت مكان لكلمة وابدأ اقول i live in a town انا اعيش في مدينة my grandma told me that all the cars were gas cars جدتي قالت لي ان زمان كانت كل العربيات بتمشي بالجاز they were very noisy وكانت فيه ضوضاء كتيرة now we have cars that use electricity دلوقتي احنا بنستخدم عربيات كهربائية our town had a shopping area المدينة بتاعتنا زمان كان فيها مساحات للتسوق يعني زي الاسواء الشعبية كده today we have a big modern shopping mall لكن دلوقتي عندنا مولاد كبيرة حديثة للتسوق طيب تمام تعالوا بقى نشوف تشوز عندي تاني i was thirsty يعني كنت عطشان i had a bottle of water المية بنستخدم عاكلمة زجاجة اقول a bottle of water number two last weekend we went to the sea يعني الاجازة اللي فاتت احنا ذهبنا الى البحر number three are you sick هل انت مريد you look a bit green يعني انت تبدو كده بين عليك التعب ما اقول حد انت look a bit green يعني انت شكلك تعبان bit green حد شكله تعبان number four he was very tired last night ليلة اللي فتت هو كان تعبان جدا يبقى he was استخدم موز لانه هنا عندي last night الليلة اللي فتت ماضي على طول he slept early عشان كده هو انا مبادري طيب لتشوز اللي بعده number one i had my swimming test yesterday كان عندي اختبار سباحة امبارح i swam 50 meters يعني انا سبحت 50 متر الجملة الاولى هنا كانت امبارح يبقى لازم اكمل بقى ماضي فهنا swam اللي هي الاولى دي ماضي شاز اقول i swam 50 meters انا سبحت 50 متر number two people decorate christmas trees at christmas يعني الناس بتزين شجرة الكريسماس في عيد الكريسماس number three i went to the wedding انا ذهبت الى الفرح او حفل الزفاف i saw the and his wife شفتي مين وعرسته او شفتي مين وزقته the groom شفت العريس اقوله the groom number four not at what was the party at a big hotel او ده هنا بيقولي في فندق كبير يبقى بيسأل عن المكان اقوله where was the party اين كانت الحفلة طيب اللي بعده عندي هنا كلمات زي ما اتفقنا بنرتبها بن ترجمها وفوقها بالقلم الرصوص الخفيف كده نترجم الكلمات عشان هعرف احطها في مكانها صحيح festival يعني احتفال picnics يعني متنزهات sweet حلوى salted مملح شام النسيم is Egypt's oldest festival اول قادة شام النسيم ده احتفال مصري قديم اول حاجة اقول احتفال festival it comes is a day after Coptic Easter يعني هو بيجي بعد عيد اللي هما عيد المسيحيين all Egypt celebrate شام النسيم كل المصريين بيحتفلوا بشام النسيم we go to the park بنروح الحديقة we paint boiled eggs وبنلون البيض المسلوق we have picnics in the park وبنتنزه في الحضائق we eat بنكل ايه فش اقوله salted فش سمك مملح طيب تعالوا نشوف الماتش he wasn't careful هو ما كانش حريص طب و ايه اللي نتج عند كده he made a mistake حمل خطأ he wasn't careful he made a mistake number one christmas trees represent new life يعني هما بيعتقدوا كده ان شجرة الكريسماس بتقدم لي حياة جديدة number three we felt very happy احنا شعرنا ان احنا كنا سعدة جدا امتى بقى ده اقول it was a day to remember لانه كان يوم للذكره number four عيد is a time for celebration يعني العيد ده بيكون وقت الاحتفال تعالوا نقرأ الكطعة منقول two years ago من سنتين فاتت we had a very special party كان عندنا حفلة مميزة نقبر شوية بس كده كان عندنا حفلة مميزة my great grandma was 90 years old يعني الجدة الكبيرة اللي هي ام جدتي كان عندها تسعين سنة all my family came together to celebrate كل الاسرة جات مع بعض عشان يحتفلوا all my cousins aunts and uncles came يعني هنقول بقى ولاد العم والعمات والعمام كله اتى we had a huge picnic in my aunt's garden عملنا كده تنزه كبير في حديقة عمتي there was lots of food كان فيه اكل كتير i played games with my cousins all afternoon عادنا نلعب كده مع ولاد عمي طول فترة الظهر we ran جرينا we threw a ball وحدفنا الكورة we sang غنينا happy birthday to our great grandma قولنا يعني عيد ملاد سعيد وغنينا للجدة الكبيرة it was a very special day كان يوم مميز because our great grandma was very happy لان الجدة كانت سعيدة جدا she liked the seeing as a whole family هي كانت فرحونا عشان شافت كل العيلة we all had fun كلنا استمتعنا طيب شو بقى هنا عندي number one they enjoyed eating the food in the garden هما استمتعوا باكل الطعام في الحديقة في ال garden oh garden the aunt's garden طيب number two the text is about a percy day party هو كان بكلم عن حفلة هيد ميلاد طيب هنا بيقولي samurai the text in one sentence يعني عايزني ألخص القطعة اللي فوق دي في في سطر يعني او في جملة واحدة لو اي طفله مش بيعرف يعني يلخص القطعة او ايه اللي فهمهم الكطعة لو هو مش عارف يقراها اصلا مش عايزين يعني انتيب اي حاجة فضل مش عارف تقراها مش فهم معناها اه اكتب اول سطر اكتب اول سطر او اول جملة في اول سطر two years ago we had a very special party يعني من سنتين عملنا حفلة مميزة اه فاكتبوا اي ايه اي سطر يعني السطر الاول كده كفاية هنقول all the family had fun at great grandmas percy day party يعني كل الاسرة استمتعت بعيد ميلاد الجدة الكبيرة طيب number two why was great grandmas happy ليه الجدة كانت فرحانة نقول because she liked the seeing is a whole family ودي ما قده في السطر الاخيرة هي she liked the seeing is a whole family عشان هي فرحت لما شفت كل الاسرة طيب تعي نشوف ترتيب number one الناس بيسوموا اثناء اليوم في رمضان people fast during the day in رمضان people fast during the day in رمضان number two she bought a bar of chocolate هي اشترت قالب من الشوكولاتة number three what did you do yesterday عملت انبارح number four turn off the lights before you sleep يعني طب في الانوار قبل ما اتنام تعي نشوف البنكت ويشن هي الاتشو كابيتال read two books every week ما فاش حاجة في الاخر هنحط full stop طيب عندي هنا write a paragraph of 18 where this using is the following guiding elements your memory for a special day يعني عايز كريتك في يوم مميز what was the special day كان ايه اليوم المميز ده why was it a special day ليه كان مميز هنقول i went to the beach last summer انا ذهبت الى الصف اللي فات i went there with my family ذهبت مع عشرتي i played with my sister لعبت مع اختي i swam in the sea سبحت في البحر my dad caught a big fish بابا استود سمكة كبيرة we had fun احنا استمتعنا it was a day to remember كان يوم للذكرى طبعا دي سهلة جدا يعني الجمل بتاعتها جميلة جدا number one هنا بقى عندي choose number one change the color مين اللي بتغير اللي انا قلوه the chameleons اللي هي الحربيات number two you should accept be friendly only with people you know يبقى هنا you should انت يجب ان انت يجب ان تقبل صداقة الناس اللي انت تعرفهم بس number three you shouldn't talk to strangers it's unsafe يعني لا يجب ان تتحدث الى الغرباء وهذا غير امن number four we go to the airport to take the plane انت يجب ان تذهب الى المطار لكي تأخذ الطائرة choose correct answer تاني عندي number one بازبوسة is very آه بازبوسة دي حاجة حلوة اقول له sweet is very sweet number two he is a very famous author he wrote many famous books يعني هو كاتب مشهور انه هو كاتب الكثير من الكتب number three Sinai region is an important part of our country منطقة سيناء دي بتكون جزء هام من بلدنا number four يعني ريجن اللي هي منطقة we are very hospitable we are very friendly to visitors يعني احنا بنكون شعب مضيف ومضيفين يعني احنا بنكون ودودين مع الزوار طيب تعالوا هنا برضو هنترجم الكلمات seeker اللي هو الباحث أو خارج unwraps اللي هي مغلفة غير مغلفة بقى انا بنشيل التغليف بتاعها winner الفائز و بلاير لعب the children often play games in pass the puzzle يعني الاطفال بتلعب العاب عندي في لعبة مرر الطرد the player who unwraps the present keeps it يعني اخر واحد خلاص بقى بيشيل اخر غلاف من على الهدية هو اللي بياخدها in musical chairs the player without the chair is out في لعبة الكراسي اللعب اللي مش هيليه كرسي خلاص ده بيخرج برا اللعبة in hidden the seek في لعبة الاستغمية the first player the seeker يعني اول لعب هو بيبقى هو الباحث finds becomes the next seeker لو مسك حد هيبقى الحد ده هو تاني باحث the last one left is the winner واخر واحد مش هيتمسك هو ده الفائز تعالوا نشوف الماتش number one be respectful هنا بنقوله don't copy information يعني خليك كده شخص محترم ما تنسخش المعلومات يعني حاجة مش بتاعتي ما اخدهاش وانسيبها لي لا انا مثلا عايزة اعمل بحث عن حاجة معينة اقرف مواقع كتير وبعد كده اكتب انا بقى اللي استفدته او اللي فهمته او المعلومات اللي انا وصلت لها لكن ما ننقلش نقل copy يعني مصطرة يعني number two we use social media احنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي to share ideas عشان نشارك الافقار بتاعتنا number two i hurt my leg انا جرحت رجلي نقوله it's very painful دي مؤلمة جدا يعني حاجة مؤلمة جدا number four we travel on water احنا بنسافر على المية باي اقوله باي شاب او ربوت بالسفينة او المركب طيب عين هندي ترتيب number one i created a password to get information يعني انا بنشق password عشان احصل على المعلومات number two she needs to do more research يعني هي محتاجة تعمل بحث اكتر number four i should keep my password secret يعني يجب ان انا احافظ على الباسورد بتاعتي سرية number four it's more fun to open presents يعني دي بتكون حاجة ممتعة واحنا بنفتح الهدايا طيب عين نشوف اللي بعديها برضو عندي ترتيب number one you need a helmet on your bike انت محتاج خوزة على الدراجة بتاعتك وانت راكب الدراجة number two you must wear a seat belt a seat belt in a car انت يجب ان ترتدي حزام في السيارة number three i go to school on foot يعني انا اذهب الى المدرسة على رجلي بيروح ماش number four he goes to work by bus يعني هو بيذهب الى العمل بالاوتوبيس تعال نشوف البنك تويت هنا البنك تويت who is farida speaks to هو عندي ال w capital فاريدة ال f capital بارجع تاني لاول الكلمة اول كلمة هو يعني من فطبعا دا سؤال بحط question mark اخر حاجة معانا اللي هي pros and cons of social media يعني عايز المزايا والعيوب بتاعت السوشال ميديا on the other hand على الجانب الاخر ونقول in my opinion طيب هنا نقول many people like social media ناس كتير بتحب وسائل التواصل اجتماعي they can contact friend and family in home بيستطيع ان يتصلوا بالاصحاب والعائلة they can also play games and have fun ويقدروا كمان يلعبوا العاب مع بعض ويستمتعوا but on the other hand على الجانب الاخر some people don't like social media ناس تانية مش بتحبها they can't trust information strangers can see your personal information بيقولوا ان احنا ما نصل يعني مش بنسك في المعلومات المنشورة وكمان الغرباء بيستطيعوا ان هما يطلعوا على معلومات الشخصية in my opinion we can enjoy social media but we need to be careful يعني في رأيي ان احنا نستطيع ان نستمتع بوسائل التواصل الاجتماعي ولكن يجب ان احنا نكون حارسين we shouldn't speak spend too much time on social media ولا يجب ان نقضي وقت كثير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي ودي كانت المراجعة بتاعة منصة الوزارة طبعا هنذكرها كويس يعني انا شفت فيه امتحانات جات حاجات كثير منها فيها هنراجع كمان على البراجرافات كلها يعني فيه مذكرات نزلت فيه عندكم مذكرة مستر اشرف انا شيرتها وفيه كمان مذكرة مستر انجليزي هم عملوا مذكرات بصراحة غاية في الروعة مستر اشرف شهيل ومستر انجليزي فتقدروا تراجعوا البراجرافات منها براجرافات كاملة يعني مكتوبة تقدروا تراجعوها مع المذكرة دي او اي مذكرة انتو تحبوها بصنا شايفة ان دي يعني لازم تذكروها لو ذكرتوا مثلا المذكرات التانية الاول فدي تبقى ايه تبقى المذكرة النهائية راجعوها والتسجيل يعني هيبقى اسهل لكم ان انتو تقرؤوا الورق فدي كده اخر مراجع معنا واخر حاجة هنشيرها لسنة رفعة على القناة بشكركم جدا وبتمنى لكم النجاح وشوفكم السنة الجاية باذن الله لسنة خمسة بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته